نظمت الكلية الفنية العسكرية يوما علميا للأنشطة العلمية المختلفة تضمن إعلان نتيجة مصابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية الخامسة للابتكار في الأنظمة غير المأهولة جائزة الفريق إبراهيم سليم كما تم إعلان نتيجة المصابقة الدولية الأولى للأقمار الصناعية وإعلان نتيجة المؤتمر الدولي الخامس للطلبة بمرحلة البكاليريوس وعقب إعلان نتيجة تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في المصابقتين والمؤتمر الدولي الخامس للطلبة بمرحلة البكاليريوس كما تم افتتاحه المعارض العلمي السنوي لمشروعات التخرج المتميزة التي تم إنجازها بالتعاون بين الكلية الفنية العسكرية وكليات الهندسة بالجامعة المصرية بالإضافة إلى استعراض نشاط البحثي لأعضاء هيئة التدريس بالكلية